في الوقت الذي عرفت فيه اليمن بإنتاج أجود أنواع العسل عالميا إلا أنه يواجه اليوم مخاطر حقيقية حولت حلاوة هذا الانتاج إلى مرارة فقد أحدثت الحرب في البلاد عوائق كثيرة لمالكي النحل حيث شكلت العمليات العسكرية الجوية والبرية وإغلاق المنافذ والمطارات حاجزا أمام عملية تصدير العسل إلى الخارج في ثلاث عاهم هناك منطقة محضورة ما بين العدون وأنصار الله في الليل عبرنا وطيران ضربة أولا الدينا هو الثاني والثالث الدينا الأول كان فيها عسل والدينا الثاني نوب ناحل ثنتين ناحل خلال سنوات الحرب تراجع إنتاج اليمن من العسل بنسبة كبيرة نتيجة عدم قدرة النحالين على تغطية تكاليف الإنتاج من معدات وتنقلات بين المحافظات والأرياف بحثا عن أماكن توافر المراعي والأشجار ناهيك عن عزوف ألاف المواطنين عن الشراء نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها ما أدى إلى ترك الكثيرين هذه المهنة والبحث عن مصادر أخرى تحقق لهم فرصة العيش ولو بالشيء البسيط وأمام ما يجري من تكدس العسل في الأسواق يدعو النحلون المنظمات الدولية والحكومة للاهتمام بمصالحهم والعمل على إنقاذهم من الوضع السيء عن طريق إيجاد ممرات آمنة وخلق شراكات مع الدول الأخرى لتصدير العسل إليها بعد أن كان العسل اليمني مصدرا لتحقيق عائدات كبيرة للمواطن والدولة إلا أن الحرب وقفت عائقا أمام الاستمرار في تحقيق ذلك وأصبح إنتاج العسل يشهد بفعل الحرب تدهورا غير مسبوق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر